السلام عليكم أخوتي المغربية و أخوتي المغربيات اليوم هذه هي حرقة خاصة لأنني أريد أن أعبركم على الشكر وعلى الزعمال المتنان من جهتكم في الصراحة أشكركم بزاف 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 أنني توصلت بعيدة ميساجات كما ترغبون على الواتساب وفيسبوك وإنستغرام وكل شيء أتضمن لكم معي يعني يزيدني أقوة أكثر فأكثر يعني كيف يدفعني بزاف نتحارب مع هد المجرمين مع هد الجلادين مع هد الفاسيين وكما كان أقول لكم وحد أفتخار كبير وكما كان أحسبيه كان لكم أخوتي المعاربة بزاف يعني أكثر سامتوش في الداخل يعني لا أكثر بزاف بزاف أهم شيء أريد أن أقول لكم هي أن أشكركم بزاف بزاف وأن أقول لكم هذا الشيء الذي أقول وكان وعدتوني وكان وعدتوني وكان وعدتوني يعني ديما أطلبه سوف نفتح الفاسيين سوف نفتح الجلادين يعني أنا زكري الممني لا أدفع شيء على قضية لي قضية لي هي السيمبول هي كتبين بجميع الدلائل بجميع يعني كتبين ما هو الذي يقع في عهد في جيل محمد السادس وماذا يقع في عهد يعني في عرم الواحد والعشرين يعني والخطر في هذا الشيء يكمل هو أن يعني دوس تقريبا حداشر سنة وكانت قاتل باش نجمع هد الفاسيين يعني يعني رجعت واحدة كمين كبير باش عودك شيء من الأول باش نجمع جميع الدلائل هنا اليوم كانت بتلكم كل شيء وهنا بغيت العادية بغيت نستفيد منها باش وكانت قد ندافع الاختنا كانت الخواتنا المعذبين مثلا ناصر السافي كانت نتلي الزاق يعني لأن هناك مكان مفسد أو جلاد يجب أن نفتحهم لأن الهدف هو أن المجرمين والجلادين وأن الناس الذين يتعديون على أولاد الشهر يتحاسبون والهدف الثاني هو أن أخوة المغربة يجب أن يخرجوا من السجون أول شيء يجب أن يطرحوا الكثير من هذا السؤال الذي قلت لك في ممتازة ثلاث سنوات قريباً لذلك أريد أن أقول لهم لأنني لم أتوقع لهم شيئاً في هذه الثلاث سنوات سأتابع المسائل والدعوة والجلادين والناس الذين كانوا شرفوا على التعديب لأنه يجب أن تفهموا هذا هو المعركة في الحياة لذلك في هذه الثانية ما يجب أن تعرفونه هو أنني أحقق فيها إنجازات كبيرة لأن ما نوقع؟ من نهار جاءت الكندا في هذه الثلاث سنوات تقريباً تم لقابل الدعوة التي تضمون المجيدي التي رفعتها له ونف في كندا الثانية يعني ربحت جميع الدعوة التي تقدم بها من المملكة المغربية وخاصة الدعوة التي تقدمها للمحكمة العلية والذين يريدون أن يدلوها فيها والذين في حكم تاريخي وفي سابعة عدائية ربحتهم في ميال 2019 هذا واحد للقوطي الأخرى في هذه الثلاث سنوات يعني قمت بقرار علم النفس ومعلم النفس ومعلم النفس ومعلم النفس ومعلم النفس هذه هذه هي مجرد الحياة يعني لكي نفهمهم كيف يعملون ومعلم النفس ومعلم النفس ومعلم النفس ومعلم النفس ومعلم النفس أخرى لكي نقوم عداء ومعلم ولكن للمدين لذلك لأنها مهاجة ومعلم النفس منThe Psych biological والشكل ومعلم النفس طبعا على رؤية ومعلم النفس على أن ومعلم نعرف كيف يعمل وكيف يعمل واحد الأخرى التي تجعل هذه المخابرات دائما يعني سوف تعود الترجع لها هي أنها تجعل التضليل تجعل الموضوع الرئيسي يعني تهرب من على صلب الموضوع و تبدأ تخرج في التفاهات لكي تبدأ مضارب لكي تدخل في التفاهات و تبدأ مضارب يعني تسمى الانفومات المقطعة لكي تدخل في التفاهات و تجعل الموضوع الرئيسي لكي تدخل في التعافة وهذا من الأعمال التي تجعلها الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي كان المحامل كان راسل الرئيس السابع المجلس الوطني لحق الإنسان دريس اليازمي ها هي فلالت سوف نرى هنا يشرح بللي زكادي المومني انه شاب مغربي رياضي عالمي كان تم الاختطاف ديالوق من طرف ديستي من طرف رجال الحموشي في شهر سبتمبر 2010 يعني فورا نزوله من الطائرة بمطار ريباسالة عندما كنت تدخل في التعديل التمارة يعني تدخل في التعديل التمارة تدخل في 96 ساعة يعني أربعة أيام يعني تعرضت للتعديل تعرضت يعني كنت عريان وكانوا يستفسروني لماذا كنت أقدم الإقامة للماليك لماذا كنت أريد أن أرى الماليك في فرنسا وكان يشرح كنت أرى الماليك في فرنسا في مغرب و باريز وأن كنت أقل في الكاتب الخاص من مونير المجيدي ويعني لا تتكلم شيئا يزيد يشرح يعني هيا يعني هيا يعني هيا يشرح أنه شاف اليوم المحامي للسجن هذا أول وشاف تعديل في التبية في التبية في القصبة لذلك هذا الشيء كامل يشرح هنا يقوم بها أولا الثانية الثانية يعني لا يوجد الرد يعني لا يوجد الرسالة الثانية يعني المجلس الوطني ويعني يشرح له القصة كاملة يعني تعرضت للتعديل يعني يقول له يريد أن نفتحه وقد عدرنا مع المحكمة عندما كنت عند المحكمة يقول لي يريد أن نفتحه التحقيق في التعديل وفي الاختطاف وفي مكان الاحتجاز وقد طلبنا الخبرة التبية لكي تداري خبرة التبية وفسيكولوجية من أخي الصع في التعديل ومحكمة لا تستطيعوا أقوى لنا هنا يطلب من الرئيس المجلس الحق الإنسان يقول له أريد أن تطلب منه يجب أن يأتي وفي مكان الاحتجاز وفي مكان الاحتجاز يقول له أول شيء يفتحه تحقيق في يعني في الاختطاف وفي الاحتجاز وفي التعديل من طرف الديستي من طرف الرجال الحموشي في التميرا يطلب منه أن يأتي لتصمت لي أن يأخذ الأقوال مباشرة من أن يكون في السجن لا تستطيع يطلب منه أن نذهب ونفعل زيارة المركز المعتقد السياري تميرا يطلب معي المحاميين ومعي أعضاء عدة جمعيات حقوقية ويطلب لديه تميرا يطلب أن يطلب أن يطلب الأمور الشيخ أيضًا نحن الأمور في مدينة في منا لا تستطيع تجعل أن يطلب خبر الذكرياء من أخصائي آخر مثل لا تعتبر أن أرد مجاونا كلام في أن لا تقلب خطيرة للحقوم في المغرب، يعرف miljوه والنزاه والمفه المريك محمد السادس يعرف الضوض ا differenti يمكنك أن يصاب أن يصاب له الجميع هذه الشهادة كان سree محمد وشرحها أن المحكمة لا تريد أن تتخذ الأقوال إلى التعذيب، لا تريد أن تفتح الحقيقة، لا تريد أن تشغيل شيء، لا تريد أن تقوم بإمكانك الاختجاز أو إختصاف، لا تريد أن تقوم بشكل شيء. والذي نرى من نفس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا تريد أن تفتح شيء. هنا يوجد واضح هذا الظلم الذي تعرض له ويوجد زكارية المؤمنة فيه الذي تعرض هذا الظلم يوجد الكثير من المعتادين في المغرب الذين تعرضوا للتعذيب كما سوا قبل مني وما سوا من بعد مني المهم في عهد محمد السادس نأخذ مثلا الناس في حراك الريف نصر الزفزافي أعرف بالتعذيب ويوجد منه في الفيديو ويوجد تصريحه هذا الشيء يجب أن نقوم بعمل لا يمكن أن الجلادين يقعوا أحرار لا يمكن أن يقوم بعمل في أخي لا يمكن أن يقوم بعمل لذلك يجب أن يقوم بعمل هذه المعركة لدينا حياتي سوف نكون نتحدث عن تقديم ويجب أن يحسبوا سوف نعرف بأهدايا السياسية من المغربة التي توم بها يتعلمون هذا يجب أن تحدث جميع الضحايا التي يخرجون من العبس وعائلات ما زال أبناء ديالون في الحبس لأننا خصنا نكونوا متحدين باش نعملوا حد لهذه المعاملات اللائمسانية وهذا التعذيب وباش الجلادين ينالوا جزاء ديالون لأننا ما يمكنش ما يمكنش المغاربة يبقى قابلين على أن الجلادين إذا ما أحرار حرين يعني طالقين كي يديروا مبغاو ومزالين في خدمات ديالون مزالين كي يهدبوا في عباد الله ومزالين كي يسجنوا في الناس. هذا الشيء مرفوض ومرفوض ومرفعي. الملك محمد السادس تعرف بالتعذيب في المغرب. لا يوجد شيء أكثر من هذا التعذيب. هؤلاء الملك محمد السادس لأن الملك محمد السادس تعرف بالتعذيب في 2014. هنا كان هناك كوميسار نافي بيلاي ومفوذية السامية للأمم المتحدة. نافي بيلاي استقبلها الملك. وخارجته وتقول أن الملك استقبلها وقال لها أنه لا يقبل بالتعذيب وأنه كان لحالات معزولة بالتعذيب وأنه لا يقبل بالتعذيب. ولكن السؤال لهذا هو هو ملك محمد السادس، لماذا يحضر على الإعتبار الملك المحمد السادس تعرف؟ لماذا من ذلك الوقت الذي سرح على أنه كان هناك ضحايا وكان هناك حالات معزولة؟ لماذا هذه الحالات المعزولة محمد السادس تنصفهم؟ وماذا يحضر على الإعتبارهم والحقوقهم؟ لماذا الملك محمد السديس من ذلك الوقت الذي اعترف بهذا الشيء؟ لماذا حاسب الجلادين؟ بما أنه يعترف على أنه كانت حالة يبتدين يعني كانت جلادين لماذا حاسب هذا الجلادين؟ يعني أن الجلادين لا يحققهم هذا هو السؤال الرئيسي ونزولا عند رغبة المغاربة وفي معرفة القرار الذي سوف يعتقده الملك محمد السديس في هذه القادية خاصة من بعد ما طرحنا جميع الأذلة وطرحنا جميع وفرشنا جميع دلائل من السجيلات من دلائل سمعية بصارية مكتوبة كما قلنا من بعد أشخاص الذين يشاهدون من الملك محمد السديس يتصل بهم كالنعب عبد الراحم الجمعية هنا مغيرنا نشرح أن جميع المغاربة يعرفوا عدم قدرة رئيس الحكومة ووزير العدل والنيابة العامة على فتح أي تحقير ضد عبداللاطيف الحموشي المدير العام للمخابرات والمدير العام للأمر الوطني وكذلك مونير المجدي الكاتب الخاص للملك لأن هذه الأشخاص يخدمون مباشرة مع الملك وهذه الأشخاص معينهم الملك مباشرة هذه فرصة للملك محمد السديس لكي يبرهن على أن المغرب دولة المؤسسات مؤسسات تخدع للقانون ولا تقوم بالتهديد برافع الدعاوة فقط السياسة المنصورة خرجتي بالصريحة تهدد على أنك رفع دعاوة مع عبداللاطيف الحموشي هنا المغاربة يطلبون لأنهم يريدون أن يعرفون ما هو العرار من محمد السديس في هذه العادية لذلك يمكنك توسط التقرير من خدمة لك ورفع التقرير للملك محمد السديس كما تطلبون المغربة لأن المغربة لديهم بيعامة بينهم وبين الملك محمد السديس ومنحقهم لأن المساجات التي تقوم بهم والعديد الناس دعوا عين المغربة ونريدون أن يعرفوا ما هو العرار من الملك لتعذيب الملك لأنه يهدد السلام من المغربة أخوتي المغربة السلام عليكم